اشتركوا في القناة وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكمة فقد أكد جلالة الملك المعظم يده الله أن مملكة البحرين تحتفل بعيادها الوطنية وهي والله الحمد تزهب انجازات كبيرة تحققت بسواعد أبنائها في كل مجال وأن جلالتها ابناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد الهدفة إلى تعزيز منجزاتنا ومكتسباتنا الوطنية وتنميتها لما فيه رفعة الوطن وخير المواطن وأعرب صاحب الجلالة عن الاعتزاز بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبدلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة وطنه وتطوير عمل الحكومة في مختلف القطاعات مشيدا جلالته في هذا الصدد بالجهود الحكومية في توفير مختلف الخدمات في كافة مناطق البحرين وجدد جلالته تهانيه للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوزها بتنظيم واستضافة معرض اكسبو 2030 مؤكدا أن هذا الانجاز العالمي الكبير يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية والثقة العالمية في قدرتها وجاهزيتها لتنظيم هذا المحفل الدولي الهام بنجاح في ظل قيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية كما تم سعراض نتائج المشاركة البناء والمثمرة لمملكة البحرين في أعمال دورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 المنعاقدة في مدينة إكسبو بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث أكد جلالة الملكة المعظم حرص البحرين على دعم الجهود الرامية لإيجاد حلول عملية لتحديد المناخ بل لتحديات المناخ والحد من تدعياته وأهمية العمل الجماعي الدولي لتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها العالم وهنا جلالته بهذه المناسبة أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس دولة الإمارات على الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات لهذه القمة العالمية وتنظيمها المميزة مثمنا جهود سموه ومبادراته لدعم مسار العمل المناخي العالمي لخدمة شعوب البشرية وأجيالها القادمة وجرى خلال اللقاء السعراض النتائج الطيبة لاجتماع الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة قطر الشقيقة الأسبوع الماضي والتي سيكون لها المردود الإيجابي على صعيد تعزيز منظومة العمل الخليجي المشرك لتحقيق تطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التعاون والتكامل والترابط والتقدم والزهار معربا جلالة الملك المعظم عن شكره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن الاستقبال والتي عبرت عن العلاقات الأخوية الوثيقة لتحقيق المزيد من التعاون لصالح شعب البلدين الشقيقين وأشهد جلالة باستضافة مملكة البحرين وتنظيمها الناجح والمميز للعديد من البطولات والسباقات والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية الذي يرسخ دور البحرين وحضورها على خريطة الرياضة العالمية ويعزز مكانتها كوجهة مثالية لمختلف الرياضات والألعاب التي تحظى بشعبية عالمية واسعة معربا جلالة عن تقديره للدورة الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة واسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم مسارات التطور في الرياضة البحرينية